تنضم إلينا منا بيروت مراسلة الغد ليلة فيه إذن ليلة إلى ماذا تشير التوقعات في جلسة اليوم جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة؟ اليوم حكومة معا للإنقاذ سيتم التصويت على إعطائها الثقة في البرلمان النيابي المتوقع أن تحصل على غالبية أصوات النواب فيما عدا اعتراض القوات اللبنانية وبعض النواب المستقلين أكثر من 90 صوتا قد تنال هذه الحكومة الثقة اليوم خاصة وأن غالبية الكتل النيابية هي مشاركة في الحكومة نحن نتحدث تيار المستقبل كتلة التنمية والتحرير الطيار الوطني الحر المردة الأحزاب بغالبيتها هي موجودة في هذه الحكومة إذن المتوقع أن تحصل على الغالبية اليوم هناك جلستان جلسة صباحية وجلسة مسائية سنستمع إلى كلمات النواب هناك العديد من النواب طلبوا الإذن للتحدث ولكن بنهاية المطاف سيتم التصويت لمنحها الأكيد أن هذه الحكومة حكومة معا للإنقاذ ستنال الثقة اليوم إن كان في الجلسة الصباحية أم إن كان في الجلسة المسائية حيث يبدأ التصويت نعم أيضا على ماذا يشدد البيان الوزاري أبرز النقاط ليلى شروق البيان الوزاري مؤلف من عشر صفحات الشأن الاقتصادي هو أخذ الحيث الأكبر من بيان الوزاري لحكومة معا للإنقاذ صحيح أن هناك فقرات تتعلق بالثوابت الوطنية المعروفة التي يتم تنقلها من حكومة إلى أخرى المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين حق العودة وضرورة عودة أيضا اللاجئين السوريين الحفاظ على الحدود وموضوع وبند الذي يتعلق بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي ولكن الشق الأهم هو الشق الاقتصادي اليوم هذه الحكومة تريد بداية أن تقوم بإعادة هيكلة ستذهب نحو إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي هذا ما سيحصل خلال الشهر أيضا من المفترض أن تقوم بحسب بيانها الوزاري إعادة هيكلة الدين العام إعادة هيكلة المصارف إقرار قانون الكابيتل كونترول موضوع رفع الدعم والبطاقة التمولية أيضا جزء من هذا البيان الوزاري والشأن الاجتماعي المتعلق بالأزمة الاقتصادية والانهيار المالي هو يأخذ الحيز الأكبر بالطبع أيضا هناك عنوين أخرى تتعلق بالطاقة الإصلاح، الفساد، الاتصالات، التربية، الزراعة، الصحة والمرأة وغيرها من العنوين البسيطة ولكن موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتدقيق الجنائي إعادة هيكلة المصارف، إعادة هيكلة الدين العام إقرار قانون الكابيتل كونترول هي اليوم ما يتطلع إليه اللبنانيون والمجتمع الدولي وأيضا من المفترض أن تكون على رأس أولويات هذه الحكومة ولكن هل ستستطيع الحكومة أن تلتزم وتقوم بكل هذه الوعود التي وضعت في بيانها الوزاري خلال فترة ثمانية أشهر هنا يكمن السؤال أمامها فترة قصيرة جدا للعمل أمامها مهمات كبيرة وشائكة ثمانية أشهر لغاية يوم الانتخابات أنيابية المقبلة في مايو أيار العام المقبل إذن في ظل هذه المعطيات كيف يتابع الشارع اللبناني هذه المتغيرات وهذه الأوضاع الحالية مدى التفاؤل في الشارع اللبناني يعني البعض لا نستطيع أن نقول بأن الشارع اللبناني ليس متفائلا البعض لا يريد أن يعطي هذه الحكومة ثقة خاصة وأن البعض يرى أنها أتت لتكرس الطبقة السياسية الحالية وإن كان الوزراء هم بشكلهم الاختصاصي ليسوا سياسيين بشكل مباشر إنما سمتهم الأحزاب السياسية ولكن أيضا هناك جزء من الشارع اللبناني الذي تفائل خاصة عندما تم الإعلان عن ولادة الحكومة وتراجع الدولار بنسبة كبيرة يأمل اللبنانيون أن تقوم هذه الحكومة باستعادة أموالهم أن تقوم هذه الحكومة بتأمين المحروقات المفقودة اليوم نحن يوم الاثنين منذ الأسبوع الماضي منذ حوالي أربعة أيام والمحروقات هي مفقودة من المفترض أن نبدأ نشعر بالتحسن قليلا هذا هو هم المواطن اللبناني أن يجد المحروقات أن تعود الكهرباء المفقودة أن يكون أن يتراجع الدولار أن تتراجع لربما أسعار السلع الغذائية وغيرها التي هي اليوم خارج قدرة المواطن اللبناني على شراء هنا يكمن هم المواطن اللبناني ولكن أعيد وأقول هل ستستطيع هذه الحكومة إنجاز كل هذه الوعود في فترة قياسية سنرى في الأسابيع والأشهر المقبلة إذا كانت ستلتزم بكل هذه الوعود أم أنها ستصطدم بعقبات ومطبات داخل هذه الحكومة نعم أشكرك شكرا جزيلا ليلة خليل مراسلة رغض كنت معنا من بيروت